رقم لافت يعلن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير نظامية في طبرك كإحصائية لعدد المهاجرين أولئك الذين رحلوا من المدينة خلال الأربعة أشهر الماضية وهي إحصائية تخطت حاجز الألف مهاجر في ظل حالة من قلة الإمكانيات يعانيها الجهاز بالنسبة للترحيلات الربع الأول لهذا العام طبعا الترحيل يكون عن طريقين طريق ترحيل إجباري وترحيل طوعي بالنسبة للترحيل الإجبار يتم عن طريق الحملات التي يقوم بها جهاز داخل المدينة بالكشف الطبي عليهم وعن طريق إحالاته عن طريق النيابة يتم ترحيلهم أما الترحيل الطوعي فهي يتم ترحيل الطوعي عن طريق البر لترحيل من بلادهم طواعيتا يعني كأي مدينة حدودية تشكل طبرك إما محطة للعبور للسواحل الأوروبية أو نقطة للبحث عن نقمة العيش لتشكل الأخيرة خطرا على السوق المحلية ما دع الأجهزة الأمنية والضبطية في المدينة إلى إطلاق عدد من الحملات المختلفة بعضها أمني وبعضها الآخر يأتي في أضل تنظيمية نحن العمالة الوافدة تم منحها من قبل الحرص البلدي من أجل قضاء عليهم داخل المقاصف والكفتريات كذلك البعاء المتجولين من الخضروات المخابز المطاعم كذلك الدواجن السيدليات بين ترحيل طوعي وآخر إجبالي يعد العدد المذكور أي ألف مهاجر في خلال أربعة أشهر إحصائية تدعو للخوف بظل تدني الإمكانيات التي يشهدها جهاز مكافعة الهجرة غير الشرعية في المدينة واصل تأثير المهاجرين على حركة الاقتصاد في المنطقة ترجمة نانسي قنقر